التعديل في توزيع الحقائب وبعض التبديل بين الكتل الأساسية أطاحا حكومة الأربعة والعشرين وزيراً التي كانت شبه منجزة وفرضا نقاشاً جديداً على ساحة التأليف حول صيغة ثلاثينية تضم مختلفة الأفريقاء ما يفرض لعبين جدداً ومطالب أخرى وخلطاً في الأوراق الحكومية فرضية تمثيل الجميع وخاصة كتل منا كانت ضمن الأربعة وعشرين تطلبت عند البعض فكرة نصلح ثلاثين علماً أنه فيت المسترون على الأربعة وعشرين بس بدل كل يزير كهارون شوية وتوسيعها إلى أكثر بستة وزراء دولة فتنا بقصة أنه هل اللي خلين أول شي كيف رح يتوزعوا أي كوة سياسية إذا سيكون هناك تبادل بالطواف تحديداً مع الرئيس الجمهوري وطواف أخرى في قصة حقيب هو الستة خاصة إذا أفريقاء جديد فيتين عحزيب وبدأ حقيب فنرجع للدق بالصيغة الأولانية مصادر اللقاء الديمقراطي أكدت أن لا نقاش جاد حول صيغة الثلاثين وولادة حكومة الأربعة والعشرين قريبة مع تعديل في حقيبة العدل التي ستسند إلى الوزير السابق سليم جريساطي في مقابل إسناد حقيبة التربية إلى الوزير مروان حمادي فيه احتمال يصير فيه تبديل بالحقائب يعني حضرتكم ما تكون تمسكين بالتربية قلت فيه احتمالي تبديل بالحقائب تبديل بالتواف بعضها قائمة احدى الاحتماليين أنا ما بدي فوق بالتفاصيل كلها إنما هذا الاحتمال ويرد ضمن طالما عمل تبديل ضمن الحقائب الوزنة الممكن تكون متشابهة مصادر بعبدة أكدت مرونة الرئيس عون بخصوص عدم التمسك بتوزير يعقوب الصراف للدفاع لما يشكل اسمه من استفزاز للرئيس المكلف أما الكتائب فتصر على حقيبة رافضة تولي وزارة دولة وإلا فستعتكفوا عن المشاركة ما خلق عقدة جديدة أمام إتمام التأليف ما في مشكلة أسماء وفتويات وخبار بالهالنور مشكلة الكتائب أنه على الأربع وعشرين ما حدا عنده فتو ضدهم بس ما حدا بس إذا بدون يفوتوا بيفوتوا ع حساب حدا مين هو اللي يفوتوا ع حسابه وهناك عم تستضي مشكلة الأربع وعشرين بمشكلة بعد تذليل عقدة المردة ساد اعتقاد بأن الحكومة ستتألف سريعا ولكن لم يتصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدة بعد زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الأخيرة ليتبين أن عقدة جديدة برزت هي حكومة الثلاثين ما أدى إلى خلط أوراق التأليف على مستوياء المقاعد والأسماء رواند أبو خزام قناة الجديد